حلقة جديدة وفرستين جداد للفوز من حلواني النص التاني سؤال حيظهر في الحلقة وكل المطلوب هو إجابته في التعليقات بعد الاشتراك في قناة فيلم جامد ومتابعة صفحة حلواني النص التاني على فيسبوك وإنستجرام لازم المشاركة تكون من داخل مصر ولازم تحديد المحافظة في التعليق ومع الحلقة التالية ياريت نبص تاني على إجابتنا عشان الفائزين حيتم إبلاغهم برد من القناة على تعليقهم الجيزة عبارة عن صندوق جوا 13 هدية مقدمة من حلواني النص التاني حظ سعيد للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الحلقة الاتناشر من الموسم الرابع من برنامج رمضان وأشياء اللي بنتكلم فيها مسلسلات رمضان لعام الفين وعشرين واللي بنقدمه السنة دي برعاية حلواني النص التاني الحلقات بتاعتنا محملة بكل أنواع الحرق للأحداث والنهاردة حنتكلم عن مسلسل البرنس وبالتحديد الحلقات من 14 ل 23 فلو في حد متابع مسلسل البرنس ولسه ما وصلش للحلقة 23 أفضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوف الحلقات اللي فيتا الحلقات بتاعتنا في رمضان وأشياء في الموسم الرابع واخدى شكل خطاب مرسل بدون نص معد مسبقا وبنتقابل كل يوم على البث اليومي بتاعنا على النيمو في حدود الساعة 10 ونص بالليل للحديث عن أو لمناقشة المراجعات بتاعتنا ولتبادل القراء ولو في أي حد عاوز يسألني عن أي حاجة في القراء اللي أنا هشاركها في الحلقة دي المصابة إن شاء الله السؤال بتاعها هيظهر في وسط الحلقة والفائزين من الحلقة السابقة تم إعلانهم بالفعل فياريت لو حد ساب التعليق يبص لاحتمال إن هو يكون واحد من الكنين فائزين عشان نبدأ إجراءات تسليم الجايزة إن شاء الله مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان أحمد زاهر إدورد روجينة محمد علاء نور أحمد داشريم سامي دونيا عبد العزيز السيناريو والإخراج والقصة والحوار لمحمد سامي الأحداث بتاعتنا كتيرة جدا الحقيقة أنا لو فاكر صحيح نوقفنا في الحلقة اللي فاتت في النقطة اللي الإخوات فيها كانوا بيحاولوا يورطوا ردوان في الجريمة اللي حترميه في السجن واللي شفناه بعد كده هو إن المخطط بتاعهم نجح بالفعل وكل محاولات ردوان لحماية بنته من إن يتم استخدامها ككارت ضغط عليه بتبوء بالفشل وفتحي وفدوى بينجحوا في إن هم يخطفوا البنت بالفعل ويستخدموها ككارت تهديد على ردوان اللي طبعا بيستجيب وبيمضي لهم على اللي هم عاوزينه وبيستولوا على الورث وبيردوا على ده بإنهم بيسيبوا البنت في وسط الشارع وبعد كده بتتولى الأحداث وردوان بيخرج من السجن عشان يكتشف إن البنت اتثابت وإن كل محاولات إخواته كويسين اللي هم نورة وعادل إنهم يلاقوها ما بتنجحش والبنت بتعيش في أسرة أخرى الحمد لله إن احنا نطمن عليها يعني لأن مصر عاشت ليلة صعبة الصراحة في موضوع التخلص من مريم ده وبعد كده ردوان بيبتدي يوازن ما بين رغبته في إنه هو عاوز يلاقي بنته ما بين رغبته في الانتقام وبتحصل مواجهة ما بينه وما بين الإخوات بيوضح من خلالها إنه هو ناوي على القضاء عليهم أو قتلهم ولكن الحاجة الوحيدة للموقفها هو إنه عاوز يلاقي بنته الأول وأحداث كتير فرعية بقى عمالة تتوالى ما بيننا ولكن النقطة اللي احنا بننتهي عليها هي رغبة الإخوات في إنهم يقتلوا ردوان وبيبعاتوا حد بالفعل والحد ده بيهجموا والدنيا بتقف عند النقطة دي الحلقة دي ممكن تكون اتنشرت في اليوم متأخر شوية يمكن الناس كتير تشوفها بعد أحداث الحلقة اللي اربعة وعشرين فعاوزين بس الدنيا تبقى واضحة أنا لسه ما شفتش الحلقة اللي اربعة وعشرين احنا لسه قبل الفطار أصلا فبناء على إيه لو شفتوها حطوا في الاعتبار بس إن أنا لسه ما شفتهاش وإن أنا متوقف عند الحلقة التلاتة وعشرين الحلقة دي من رمضان وأشياء كانت الحقيقة المفروض تكون مخصصة لمسلسل بميت وش ده التسلسل اللي احنا كنا ماشيين به نحن حافظنا عليه والتزمنا بيه لغاية النقطة دي ولكن بالمنتهى الأمانة أنا مبارح حاولت اعمل حلقة اللي بميت وش وملقتش حاجة جديدة تتقال المسلسل الكويس أنا مش ما عنديش مشملة و لكنه بيتحرك في الخطوط اللي كانت مرسومة ليه ما عندوش اي جديد على المستوى التقني ما عندوش اي جديد على المستوى قوميدي ما عندوش اي جديد على المستوى الدرامي وكل دي امور مقبولة أنا مش بقول انه ما عندوش جديد فابناء عليها أنا ازعلان لا أنا بس ما عنديش حاجة أقولها يعني كنت حطلع في الحلقة أقول سبع بعباء وسكر وعمر والنكتة وإسلام إبراهيم لبس ست وعملوا الخديعة بتاعة ما عرفش مين بصراحة كان حيبقى حاجة استهلاك قاوي يعني وده الموضوع اللي ابتدأ يديني انطباعي ان انا غالبا عملت المسلم ده غلط مش غلط قاوي يعني بس غلط شوية فكرة ان انا ده سمت خريطة وقلت ان انا حمشي عليها من اول لحظة لاخر لحظة ده كان قرار غير موافق الانسب بالنسبة لي كان اني اتكلم لما يبقى في حاجة اقولها يعني آآ فيه اوقات كتير كنت عايز اتكلم فيها عن مسلسل البرينس قبل الحلقة دي احنا لو مشينا بالتسلسل العادي في ان انا كنت عاوز او ان انا اتكلم عن كل مسلسل في اللحظة اللي كان عندي حاجة اقولها فيه يمكن النهاية دلوقتي يكون نوصلنا الاربع حلقات بالفعل يمكن البرينس يكون وصلنا الخمس او ست حلقات ممكن الفتوة تكون حلقاته اكتر شوية ممكن لايلينا ما كانش يبقى ليه اي حلقات على الاطلاق حاجات من هذا القبيل ويمكن ده الدرس اللي انا تعلمته للسنة اللي جاية ولو آآ كنت عملت كده يمكن في المرحلة دي كنت ابقى متابعة اكتر او بدي الامور حقها بشكل افضل يعني في البرينس لو كنت عملت الحلقات اللي انا باتكلم عليها كنت النهار ده حبقى بتكلم عن عدد اقل من الاحداث وكنت حديها وزنها الاكبر وده بعيدا تماما عن مقاييس او اعتبارات المشاهدات والامور اللي زي دي لان بصراحة انا لو النهار ده كنت بدور على المشاهدات الاكتر كنت لازم ابقى اتكلم عن مسلسل النهاية ولازم الحلقة بتاعتي تبقى من بره كده عليه رمز ماسوني مسلا ولا بتاع واقول هل الماسونية هي الاختيار الدرامي الصحيح في هذه المرحلة واعد المشاهدات بقى يا بل حج بس مش ده انا بتكلم عليه مسلسل النهاية برضو انا في المرحلة دي ما عنديش جديد اقوله يعني لما يبقى الموضوع ده يتلم على بعضه يا طبالور نبقى نتكلم عنه بشكل افضل النهاردة بالنسبة زي ما بقول دي كانت المفروض تبقى الحلقة الخمسة ممكن لان انا كنت حابقى حابب اعمل حلقة بعد الحلقة الاخيرة اللي احنا عملناها بكم يوم انتقد فيها اتجاه المسلسل للتكرار في المشاهد المعروف تماما نتيجتها يعني احنا مسلسلنا ماشي بتيم ودي على فكرة مكملة لغاية دلوقتي مش بس في الحلقات مثلا الاربعتاشر والخمستاشر والستاشر دول كان الموضوع فاضح فيهم شويتين بس الموضوع مكمل معنا لغاية دلوقتي احنا كل شوية بنعمل حدث وبعدين ننتقل لكل اراء الناس بقى في الحدث ده يعني رضوان ترقمة في السجن تعالوا نشوف مشهد ما بين نجاية وساميحة وما بين نجاية وساميحة وولادهم وما بين عبير ورقفة وما بين نورة وعادل وما بين عادل والبنت اللي بيحبها وتقريبا هو مفيش غيره في الدنيا بيحبها وما بين نورة وصحبتها وما بين شيماء ونورة وما بين علة وصحبتها وما بين علة واماها وما بين اماها وما عارش مين لازم في كل مرة نعيد كل الاراء رغم ان احنا في الاغلب عارفين النتيجة بتاعتها اقرب مثال بالنسبة لنا هو محاولة خلينا نسميها المحاولة السزجة بتاعة ساميحة ونجاية انهم يروحوا للنورة عشان تحاول تتوسط عند ردوان ان هو يبعد عن الاخوات مين في الدنيا مش عارف نتيجة الحوار ده اصلا المحاولة في منتهى السزجة في منتهى الفراغ في منتهى العدمية اللي في الدنيا دراميا المشهد مش وحش بس احنا بنستغل دي كأداة تمضية وقت ما بين الاحداث واللي بيخلي ده مش محسوس قوي وبيتم تعويضه بشكل كويس ان الاحداث كتير وبتزغل الاحداث بانتلازينة بتبرو قوي ممكن تخليك تتغاضى عن عيوب كتير وده شيء برضو كمان مرت دراميا مقبول جدا بالنسبة لي عشان انا طول عمري بقول ان ما فيش حاجة في الدنيا اسمها عمل بدون عيوب المهم بس انت لما بتعمل عيوب بتكافئني عنها ازاي او بتعوضني عنها ازاي فسريعا جدا وانا لسا عمل اتكلم في التكرار والهاري اللي انا كنت بشتكي منه ده حصلت الحادثة بتاعت مريم انا يا جماعة في الحلقة اللي فاتت كنت بتكلم عن حادثة توريط او التسلسل بتاع توريط ردوان في الجريمة اللي هو عملها والقاءه في السجن كاقصى درجات تقلق الشر في احداث المسلسل وشبهتها بالريد ويدنج او قلت انها المقابل بتاع الريد ويدنج مع الفروق الكبيرة المهولة للمرعبة اللي انتوا عارفينها دي كلها ولكني كنت مخطئا الريد ويدنج هو عملية التخلص من مريم اليوم اللي سيطر في المسلسل على كل الحوارات السوشال ميديوية والتي ليست سوشال ميديوية الناس الناس غضت بجد يعني في موضوع السجن ده الناس كانت غضبانة في موضوع مريم ده الناس وصلت تدرجة الانفجار ينهر ابيض ومنيل اسود ومنيل ابيض ايه ده اسود ومنيل بكل تأكيد يعني لازم ندي للمسلسل الحق في انه بيعرف يخلق لحظة بيعرف يخلق حدث بيعرف يسرق الاضواء من كل المسلسلات الاخرى وبيعرف يوزع ده بشكل كويس يعني بيعرف يديلك حاجة وبعدها باربع خمس حلقات لما الاضواء تنحصر عنه شويتين يروح يدي لأكل بعدها على طول حادثة مريم ده كانت فيها قصوة درامية من ابشع ما يمكن على المستوى النفسي رغم انها على المستوى البدني او العنيف او الحاجات دي كلها او الشرير او الامور دي كلها ممكن تكون ما تتسامش بحاجات سيئة قوي يعني هقول حاجة انا دايما بانتقد كتير من مسلسلات رمضان في انها بتتجه لمشاهد عنيفة لا تتصق مع واقع ان ده مسلسل عائلي رمضاني للمفروض الناس كتير بتشوفه مثلا يعني وبقول ان انتو لما بتيجوا تتكلموا على العمل اللي للكبار فقط والاتين بلاس والسكستين بلاس والكلام ده كله بتخلوه مرتبط اكتر باستهلاك المواد المخدرة او الكحول او المشاهد اللي فيها عرية شويتين او العلاقات اللي معرفش ايه والكلام ده كله ولكن العنف بالنسبة لنا ما فيهوش اي مشكلة فيمكن مشهد زي مشهد التخلص من مريم ده على على جميع التصنيفات الرقابية ما فيهوش اي مشكلة على الاطلاق ولكن اذاه النفسي اقوى مليون الف مرة من اكتر مشهد عنيف او دموي ممكن يكون تقدم في الدراما العربية في اخر خمس ست سنين على سبيل المثال وده بمنتهى البساطة لاني ما عنديش حاجة اقارنه بيها انا ما عنديش حاجة اقارنها مع اللي حصل ده واقول انها كانت مكافأة لي او اقوى منه او اقل منه او حاجة بالطريقة دي هل المشهد ده كان مبرر لان فيه ناس كتير قالت هو ليه فتحي يقدم على خطوة زي دي الحقيقة مبرر جدا لان فتحي مش بس كان عاوز حقه من ردوانه وبيكنله اي نوع من انواع المشاعر الاجابية ده بيكره هو عاوز يزيه هو عاوز يتأكد ان هو بيتقلم في كل لحظة ممكنة وهو برر الموضوع بانه مش قادر يخلي البيت دي قدامه واحنا كلنا عارفين ان هو مش مضطر يخليها قدامه والامور دي كلها ففي تبرير في حدث اتصور كويس وتم اخراجه كويس التحفظ الوحيد اللي عندي عليه هي الاغنية اللي في الاخر ويمكن دي المشكلة او من المشاكل اللي عندي مع المسلسل بشكل عام هي انه بيتبع كل حدث مهم باغنية حلوة خلونا نطفق الاغاني حلوة اغاني ساعد حلوة الاغنية اللي جات بعد مشهد مريان دي حلوة بس انت تضغط قوي وانت مش محتاج يعني يا باشا انت عملت الجرح وحطت عليه ملح والدنيا خلاص جابت اخرها اللي انت حتضيفه بعد كده مش حيضيف للمشهد هو حياخد منه هو حيقلل منه فده التحفظ اللي عندي ولكن كل ابعاد المشهد بالسيناريوهات اللي جات بعد كده اللي هي تعاطف المسلسل مع المشاهد فانت خليني ما احرقش قلبك اكتر من كده بقى لا مريم راحت لأسرة طيبة والناس رعوها وخدوا بالهم منها والبنت كويسة يمكن تكون افضل مليون الف مرة مما كانت ممكن تبقى عليه لو كانت استمرت في العيلة بنت المعرفش ايه دي اصلا يعني فالمسلسل بيضرب ويلاقي بيضغط عليك وبعدين يريحك بيحلو بصراحة بيلعبوها حلو وزي ما ما قلت كده بيعرفوا يسرقوا الاضواء في الاوقات المناسبة مع الوضع في الاعتبار ان يا جماعة الاتجاه لحتة هذه الدرجة من القصوى ما بتنتهيش بانتهاء المشهد المشاهد بترفع من حدة غضب المشاهد والغضب ده بيفضل موجود لغاية لما نقابل لحظات الانتقام ولحظات الانتقام مقابل القصوى دي لازم تكون مكافأة ومناسبة وهنا بيحضرني مثالين مهمين جدا منهم المثال اللي ما نجحش بشكل كامل وهو مسلسل جيموف ترونز لما عمل التسلسلات بتاعت الريد وادنج وما تلاها من ظلم وقصوى وقهر واكحاف للستاركس في انتظار الانتقام والانتقام في الاخر لما جاء ما كانش شافي ودي من العيوب اللي الناس كتير تحفظت عليها سواء كانت قالت ده او ما قالتوش ولكن اللي حصل للانسترس في الاخر واللي حصل لكل الامور دي في الاخر لا يكافأ اللي حصل للستاركس الموضوع كان محتاج انتقام اقصى من كده شويتين على الجانب الاخر عندنا اللي وصل لأقصى درجات القصوى بان اندي لما لقى الدليل بتاع برقته آسف على الحرق يا جماعة معلش لو حد ما شافش ده شاوشان وما شافش يقفل دلوقتي مش عارف اقول لكم ايه ازاي ما شفتهمش لغاية دلوقتي ما عرفش يعني بس ماشي لما اندي وصل لأقصى درجات الظلم من المؤسسة بتاعت السجن بانهما قتلوا له دليل برقته رغم ان الموضوع مش مضر عليهم في اي حاجة في الدنيا ولكن الانتقام كان شافي ووافي ومكيف وعظيم وانا من الناس اللي كنت بعيد اخر اخر ربع ساعة من احداث عشان مزاجي الشخصي بعيدا عن السينما والبطيخ والكلام ده كله انا بس بتشافة انا بتبسط من الموضوع ده فمسلسل لازم يبقى عارف ان هو مضى شيك غالي قوي ولازم يكون عنده الكاش اللي يوفي الشيك ده في الاخر الاحداث اللي بعد كده بالنسبة لنا متعلقة بالانتقام الاولي بتاع العلقة والعلقة دي شافت الناس شوية بس مش بالشكل الكافي وما سبقها من اه الفلاش او المونتاج اللي حصل عشان نباين ان في خمس سنين عدوا الحقيقة المونتاج على المستوى التقني ما كانش موافق على المستوى الفني انا معرفش ليلة جاءنا له بالشكل ده ولكن يا سيدي لو انت عندك احداث بهذا القدر لدرجة ان انت مش عارف تخصص حلقة للتحولات دي يبقى والله يبرافو عليك بس قدينا حنشوف ده كمان شيك اتمضى يعني ليه ما خدناش وقت اكتر عشان نبرر اه شغل حمادة عند فتحي ليه ما خدناش وقت اكتر عشان نباين ترصخ مريم اه كمكون في العائلة بتاعة الاسرة الفقيرة داية لدرجة عدم قدرتهم عن الاستغناء عنها دول الحدثين بصراحة اللي حسست ان احنا لو كنا خدنا فيهم شوية وقت كانوا اتباعوا بشكل افضل وكانت تايم لابس او المونتاج ده اصلا ينفع التخلي عنه تماما وننزل بس بشاشة سودة اسمها ومرت خمس سنوات وردوان خرج ونتعرف على العالم الجديد من عينيه انا بتريت احس ان محمد رمضان السنة دي مش عايز يشتغل يا جماعة ده انزم الراجل يعني مش موجود في اغلب المشاهد لدرجة ان احنا لما جينا نعمل انترقلات في السيناريو وعملناش من عينيه رغم ان ده منطقي جدا وهو كان حيبقى مشهد هو موجود فيه في كل حتة وبيسمع اللي حصل لشايماء وبيسمع اللي حصل ما عرفش مين والكلام ده كله ويبقى مركز الاحداث كده وراجل يعني يدلوا امته بقى بصراحة وياخد المشاهد بتاعته بصراحة الراجل مشاهده قلية يا جماعة انا مش عارف في ايه اللي بيحصل يعني بس ما علينا لو فعلا احنا لسه بتنتظرنا احداث كتير لهذه الدرجة لدرجة ان ما ينفعش ناخد وقت مع الامور دي خلاص يا عم انا اشتريت وتعالى نحرك تعالى نطور الدنيا لقدام المشاكل اللي انا بقابلها دلوقتي آآ ليها دعوة شوية بالمنطق وزي ما بقول كده المسلسل بيعمل ثغرات وبعدين بيعود المشاهد بشكل كويس عنها عندنا الثغرة بتاعة القضية اللي لبسها ردوانو اللي فيه بوست نزل على فيسبوك من محامي فنت فيه القضية دي تماما بعد النقاط هو الموضوع كان فيه تقريبا بتعاشرة خمستاشر نقطة جمدين قوي يعني البوست اللي بتكلم عليه منهم مثلا خمسة ستة بشكل عشوائي ناس كتير فكرت فيهم بس عمرنا ما فكرنا في الخمستاشر على بعض إلا لو كنا محاميين فعلا يعني فإحنا بنتفرج قولنا خمس ستة نقط معليش هم تغضوهم علشان الدراما ومعرفش مين وعدناهم لما نيجي نتكلم على الموضوع فرم من من وجهة نظر خبير نبتدي نحس ان فعلا الموضوع كان مخرم شويتين النقطة بتاعة حمادة بيشتغل عند فتحي مخرمة شويتين ليه ليه ما شفناش المبررات مش المبررات بتاعة حمادة مشتغل عند فتحي ما احنا فهمين ده ليه انا بتكلم على المبررات اللي تخلي فتحي يقبل ان حمادة يشتغل عنده مجرد انك بتكره ردوان وحمادة باعلك فكرة انه ما بيكرهه بعض ولا انك عاوز تزل علا وان ده كان محتاج يتباع بشكل افضل مع وضع في الاعتبار ان احنا خصصنا مشاهد كتير قوي المحاولات متكررة من فتحي للاستمالة علا وما كانش فيه اي جديد بيحصل جواها فلما يبقى في حاجة زي كده اهو ده جديد فعلا طب يعني انت ضيعت خمس ست مشاهد في حاجة ما بتضيفش اي حاجة وما بتجددش في اي حاجة ولما كان عندك فرصة انك تجدد وتطور وتضيف ما عملتش ما عنديش مشكلة مع الاكشن مش اعظم ما يمكن بس فيه اجتهاد واضح المشاهدين الاكشن اللي احنا عدنا عليهم كان المشهد بتاع السجن وده كان مقبول جدا والمشهد الاخراني بتاع العلقة رغم ان هي فيه فجوة منطق برضو في انك انت يا فتحي ويا ياسر لو رايحين علشان تعملوا حاجة بالطريقة داية مش حطين في الاعتبار ان انتو ممكن تضربوا متصورين ان هو هيقبل طب مخدتوش معكو ناس ليه طيب ولو حتى يداروا على جنب لما الخناقة تضرب ميخشوش يضربو يحوشوكو طيب الرجل كان حيسف لدكو يعني والتفاصيل بتاعت مشهد الاكشن نفسه فيها بعض اللحظات الجيدة وبعض اللحظات الغير جيدة في لحظات تصارع وانتقال بالزوم ان والزوم اوت من الكاميرا مش حاسس ان هو كان موافق قوي بس ادى المشاهد احساس بان المشاهد دا يقعوا اسرع مما يبدو عليه الاغنية الاغنية حلوة ولكن داخل الاطار غير موافقة الموسيقى تغير الموسيقى في المشاهد دا كانت كانت كويسة ولكن الليريكس بالكلمات بالمعرفش مين مش عارف حس ان احنا بنتكلم على خلاص احنا وصلنا لحظة الانتقام القصوى وده مش حقيقي ده احنا يدوبك لسه بنقول يا هادي مع الوضع في الاعتبار ان فيه فجوة منطق اخرى في ان ردوان منتظر انه يطبق انتقامه لغاية لما يلاقي البنت وهو ما بيقضيش الوقت الكافي في محاولات انه يلاقي البنت على جانب وعلى الجانب الاخر لو انت مش ناوي تعمل ده وقاعد نستني ان البنت ترجع لوحدها طب ما تخلصنا من الاخوات دول ما تسيبهمش كده تهديد عمال يحيك المؤامرات علشان يرجع تاني هجمك او يرجع تاني يسجنك او يرجع تاني يقتلك مع الوضع فالاعتبار ان احنا خلاص اتفقنا انك ما بتعرفش انت عامل فيها سبع البرومبا وانت بيدحك عليك بشكل متكرر النقطة دي مهوية شوية مش قوي بس شوية في النهاية وانا ان شاء الله بازن للحلقة الجاية على مسلسل برينس تبقى بعد انتهاء احداثه ولكن عاوز اشير لافضل مشهى التمثيلي في المسلسل على الاطلاق حصل في الحلقة تلاتة وعشرين كان ما بين جمعة وما بين مريم بعد ما كبرت شوية وما بين اخوها فتناولهم لفكرة ان البنت دي مش اختنا وحاجة بطريقة دي اولا المشهد اتبنى بشكل كويس اتقدم بشكل كويس البيت كتغيص فعلا يعني انا لو ولد صغير في الموقف اللي ازاي ده ححد اسمعها كلمة دقيقة بصراحة وهي عملت وقعني في مشكلة مشكلة ناقص تقول انت ما عملتش الواجب ليه ناقص تقول قم طلع علبة السجار من جوة ما انت بتوديني في ده يا برضو يعني فالواد وبعدين زعل من نفسه وبعدين حصلت مواجهة ما بين طفلين برعاية جمعة كمراقب للمشهد وغير مشارك فيه بشكل اكتف قوي هيل هيل طفلين صغيرين بيمثلوا افضل من حقول ايه تسعين في المية من جيل الشباب اللي موجود في كل مسلسلات رمضان يعني لو احنا رحنا للطفلين دول عشان هم حقيقي بيعرفوا يمثلوا او حقيقي اخترناهم بشكل عشوائي حتى وعرفوا يقدموا مشهد كويس فبرافو ياريت دي تكون معايير الاختيار على مستوى جميع الممثلين لان الاتجاه الشبابي مع بعض الاستثناءات القليلة في كل مسلسلات رمضان ما بتكلمش عن البرينس بس مخجلة المهم دين طبعاتي وده رأيي المسلسل مسلسل البرينس مش في مأمن يعني في الحالة دي لما مسلسل يوصل بهذه الدرجة من النجاحات امام الاخفاقات بنقول انه هو كل المطلوب منه فيما تبقى من الحلقات انه ما يعملش اخطاء متخلفة بس ولكن في مسلسل برينس لا مسلسل برينس مضى شيكات كتير قوي ونتمنى ان احنا نتشف في الاخر انه كان عنده الكاش الكافي عشان يوفيها آآ متنسوش تشاركوا في المسابقة السؤال اكيد ظهر في مرحلة ما في الحلقة وآآ بصوا على الحلقة اللي فاتت عشان تعرفوا زي كنتم من الفيزين ولا لا في التعليقات بتاعتكم اللي انتم كتبتوها الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تقلقكم الحلقة اتاول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو وبوديو وبي باي اشتركوا في القناة شكرا